السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم في الستوديو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور جمال وكيم إن شاء الله يكون التيتر صح هو التاريخ والعلاقات الدولية أهلا وسهلا فيك دكتور جمال في ستوديو الميادين أبدأ معك من ليبيا هناك حراك جديد في ليبيا وهناك كأنه ليبيا عادت وظهرت على الشاشة بعد تحديدا بين ليبيا ومصر ماذا يجري تحديدا بين ليبيا ومصر يعني أولا ليبيا تاريخيا ترتبط بالأمن القومي المصري من ناحية الجبهة الغربية ودائما مصر كانت لتأمين حدودها غربا يجب أن تبسط نفوذها إلى مدى يصل إلى بنغازي وهذا اللي صاير حاليا طيب لماذا تفجر الأوضاع واستهداف المصريين الآن في ليبيا ورد الفعل المصري اللي إجابي الإغارة على درنا هذا يأتي بعد زيارة بوتن التاريخية إلى مصر ورد الفعل الأمريكي باستقبال قادم من الإخوان المسلمين بوزارة الخارجية الأمريكية ويعني بهذا الإطار تم استهداف المصريين هذه رسالة لمصر وتهديد لأمن القومي بنقطة حساسة جدا بالنسبة لأله بالوقت اللي مصر عم تحاول تخرج من القيود الأمريكية اللي وضعت عليها منذ العام 1974 1974 إلى الآن طبعا هذا مسار طويل يعني مصر تستهدف بأمن القومي في ليبيا الآن ولكن تم استهدافها في السابق بأمن القومي من جهة السودان القرن الأفريقي وبلاد الشام تحديدا سوريا محاصرة حاليا أو حصار الهدف عبر إشعال الجباهات المرتبطة بأمن القومي إن كان بليبيا أو بدارفور وجنوب السودان أو بالقرن الأفريقي مسألة الصومال مثلا اليمن كذلك الأمر وسوريا طب ولكن يعني حين عبرت عن غضبها مصر اتجهت باتجاه قطر ودول وبعض دول الخليج أي ولكن شو كان ردت الفعل أول شي قطر سحبت سفيرة هذا من ناحية من ناحية تاني وقت اللي صاعدت لهجتها مصر تجاه قطر نجد يعني فوجئنا بمجلس التعاون الخليجي يتضمن مع قطر ضد مصر هوني كان يعني في علاقة هناك كان في تصريحات متناقضة بشأن هذا البيان الذي خرج يعني هناك نفي ثم لم يخرج عن الأمانة العامة ثم خرج عن الأمانة العامة هذا بإطار كمان التحذيرات لمصر إنه خليك من ضمن لحدود المطلوب منك أمريكيان ولكن الصدام المصري السعودي تحديدا لن يكون بعيدا هذا ما أريد أن أسألك عنه لماذا هذا الموقف السعودي من قطر وقطر هي التي تحمس مصر أو تدعم مصر بواجه تركيا بواجه قطر يعني حاليا في خوف من خروج مصر بدور مستقل بالمنطقة عندما تخرج مصر بهذا الدور المستقل الذي غاب عنها لمدة أربعة عقود أولا يتضرر الموقف الأمريكي لأن أمريكا استندت إلى هيمنتها على مصر بكل سياسة الشرق أوسطية بالعقود الأربع الماضي هذا من ناحية ثانيا وقت تخرج مصر بدور مستقل تاريخيا ومصر المستقلة تبسط نفوذها بالحد الأدنى على منطقة الحجاز وغرب الجزيرة العربية هذا بحد من نفوذ آل سعود أو المملكة العربية السعودية فهوني بتخشى بدنا ننتبه لمسألة أنه تاريخيا القضاء على الدولة السعودية الأولى بـ 1819 جاء على يد مصر محمد علي باشا وتهديد استقرار الأسرة الحاكمة في السعودية بالخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي جاء بالتزامن مع صعود نجم جمال عبد الناصر فبالتالي دور مستقل لمصر يهدد الحكم آل سعود في المملكة العربية السعودية السعودية فقط عن كل الخليج كل الخليج تابع للسعودية بالنهاية يعني ما فينا نحكي مع الكويت هي دائما تعمل تحت الميضالة السعودية الإمارات العربية المتحدة البحرين تستند الآن الأسرة الخليفة بيستندوا على استقرار حكم بالبحرين أو بقاء حكم بالبحرين على الدعم السعودي حتى قطر وقت اللي خرجت عن طوع السعودية بالاستناد إلى أنه أصبحت قاعدة أمريكية ولكن لا يمكن أن تخرج من تحت الميضالة السعودية نفس الشي عمان يجب أن تراعي الموقف السعودي السعودية هي على المعنى أنه هي أكثرهم استقلالا لأنه تاريخيا ترنب أنظارها باتجاه المحيط الهندي ولكن ظهر إلى المملكة العربية السعودية ولكن مع اختلاف الزمانين بذلك الزمان كان في صعود لدور الولايات المتحدة الآن هناك صعود لقوة مناهضة للولايات المتحدة التي هي بالدرجة الأولى الصين روسيا وإيران أهمية مصر أن هناك توازن ما بين هذا اختلاف القوى البرية التي ذكرنا التي يحتل البر الأوراسي أو وسط أوراسيا وفي مواجهة تحالف من القوى البحرية التي هي الولايات المتحدة أوروبا الغربية وتركيا المشكلة أن الصدام بين هاتين القوتين يأتي على صدع يمتد من أوكرانيا شمالا مرورا بشرى الأوسط منطقتنا وصولا إلى القرن الأفريقي من يمكن أن يكون بيضة الإبان لصالح هذا الاقتلاف أو ذلك هو مصر فالسيسي وقت اللي طلع بدور أو وقت اللي بلشنا نسمع عن عبد الفتاح السيسي من وقت ما كان وزير دفاع زيارته لروسيا يعني تم الإعلان عن ترشيحه للرئاسي من روسيا في كثير من الدلائل التي تشير أن عبد الفتاح السيسي يعتمد من بوتين مووزا حينها صرح أعتقد بوتين بأنه إلى جانب ترشح السيسي بزبط هذا هكذا كانت كمان البيانة اللي طلع أنه بوتين يعتبر أن ترشح الوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يعتبر قرارا مسؤولا ويتمنى له النجاح مسألة أخرى حتى في بعض المؤشرات التي تدل أن عبد الفتاح السيسي يستلهم من بوتين لاتباع بعض السياسات اللي إن كان على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي مثلا إعادة بسط الهنة قادر على الصعيد الاقتصادي أن يتصرف له هامش ما هو ينتبه في تصريح حاولوا يسخروا منه معارضي لعبد الفتاح السيسي وقاتل اللي بيطلع هيك عم بيوجه رسالة كان فيها تحذير ضمني لرجال الأعمال وقاتل اللي بيقول حتدفع يعني حتدفع إنه تم فرض ضريبة معينة على أرباح المضاربات المالية يعني أرباح رجال الأعمال هذا الخطاب مستلهم من بوتين اللي أعاد هيمنة الدولة الروسية على الأوليغاركس أو على كبار الأثرياء اللي نشأوا بالحقبة انهيار يعني ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هوني في بوتين اللي نحن بنعرفه رئيس بس ما بنعرفه أنه دكتور زال ما يخلص الدكتوراه بجامعة لينينجراد وبوتين كاتب دراسة اقتصادية بالاقتصاد السياسي حول كيف هذه الشركات تصبح شي اسمه ناشنال تشامبيون أو بطل قومي يعني تحويل عمل الشركات الوطنية أو الشركات الروسية مثلا أنه تصير تخدم مصلحة الدولة العليا فهوني أنا بتأديري عبدالفتاح السيسي بهذا الخطاب كان يستلهم تجربة بوتين ويعيد توجيه عمل رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار طيب هذا من ناحية من ناحية أخرى تكلموا الدوجان المهمة سهلة على السيسي لا أنا سهلة يعني مثل ما أنه ما كانت سهلة على عبدالناصر مثل ما أنه ما كانت سهلة على محمد علي باشا ولكن على فكرة أنه إذا لم يعني مصر حاليا للمرة الثالثة خلال قرنين من الزمن تحاول أن تخرج بدور مستقل إلى العالم أول مرة كانت مع محمد علي باشا ضرب مشروع محمد علي باشا وأعيدت مصر إلى قوقعتها وفرضت الهيمنة البريطانية تم الإعلان عن صعود بريطانيا كقوة عظمة أولى في العالم بعد هيمنة بريطانيا على مصر بالسبعينات إعلان الولايات المتحدة عن نفسها قوة إمبراطورية أولى في العالم تم بعد الهيمنة على مصر تحديدا بعد العام 1974 والتحول اللي قاده الرئيس أنور السداد في ذلك الوقت الآن مصر تحاول النفاذ بمشروع مستقل للمرة الثالثة هالمرة في التحولات الدولية لأول مرة من خمسمائة سنة نشهد تراجع لما يسمى بالغرب تراجع حقيقي تراجع حقيقي لا كيف نشوف معاييره أو دلائله بالألف وثمانمية بسنة ألف وثمانمية كانت الصين تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في العالم كانت الصين لحالة يساوي الناتج المحلي القائم مجموع كل الناتج المحلي القائم بالغرب بأوروبا الغربية وبالولايات المتحدة بعد أربعين سنة فرض على الصين فتح أسواقها بعد معركة الأفيون الأولى مع البريطانيين وثالثة معركة الأفيون الثانية فتح الأسواق الصينية آذن بقرن بسموه الصينيين قرن الإذلال اللي امتد من الـ 1842 لـ 1949 انتصار الشيوانية يعين بقيادة ماو وتأسيس الجمهورية الشعبية الصينية جمهورية الصينية الشعبية هذا القرن من الإذلال انتهى والصينيين بقولوا عن حالهم أنه فيه إجا الجيل اللي أفنع إجرينا جيل ماو بعدين جيل دنك 1978 للـ 1990 الذي جعلنا ننطلق اقتصاديا والآن هذا الجيل الثالث اللي عم بيخلينا نصير أثرياء الصين الآن تتحفز لتصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم مع تحالفة مع روسيا مع تحالفة مع الصين إضافة مع إيران إضافة لقوة اقتصادية ناهضة مثل الهند جنوب أفريقيا والبرازيل لأول مرة نشهد أن الهيمنة الاقتصادية الغربية ببداية القرن العشرين كانت بتشكل ناتج ما لا يقل عن 80% من الناتج الإجمالي العالمي الآن صرنا نحكي عن أقل من 40% طيب هذا تحول اقتصادي كبير يلي تحول سياسي كبير الصراع يقوم الآن على حصار أوراسيا لعمادة هنه ثلاث قوة الصين روسيا وإيران حصارة ومنعة من الخروج إلى البحار لا لأنه هذه القوة البرية الكبرى التي تمتلك موارد هائلة التي تمتلك طاقات بشرية هائلة التي يجب منعة من الخروج إلى طرق المواصلات البحرية التي تشكل جسر عبور إلى حركة التجارة الدولية قدروا ينجحوا الأمريكان بشكل كبير بفرض حصار بمنطقة شرق آسيا منع روسيا والصين من الخروج إلى المحيط الهدئ بحرية أو المحيط الهندي فأصبح منفذ هاتين القوتين عبر إيران إلى شرق المتوسط والبحر الأحمر هلأ هذا يفسر الأزمات التي تشهدها أوكرانيا سوريا العراق اليمن الصومال إضافة لليبيا طبعا مصر بحد ذاتها بأزمة خروج مصر بدور مستقل بالحد الأدنى بيسحب ورأة كبيرة من إيد الغرب فبالتالي هذا سر أنه محاولة حصار مصر بتطويقة بسلسلة أزمات إن كان بسوريا باليمن بالصومال حتى بالسودان بليبيا وهذا السر أنه طيب الإئتلاف الدولي الذي دخل بقوة إلى العراق أو حيك صوروا لنياب الأعلام لضرب داعش فجأة يقول له لا عبدالفتح السياسي لا الحل سياسي نحن مع الحل السياسي على كل حال سنتابع هذا الموضوع أكثر ولكن لا نستمع إلى عنوان الصحف العربي إلى عنوان الصحف العربية أصادر اليوم أهلا بكم الهجمات الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش في ليبيا كانت العنوان الأبرز في معظم الصحف العربية ونبدأ هذه الجولة من البحرين مع صحيفة الوسط أربعون قتيلا في هجمات انتحارية لداعش في ليبيا وفي عنوينها الأمم المتحدة الأحزاب اليمنية تتفق على مجلس انتقالي ونقرأ داعش يستعيد مناطق حررتها القوات العراقية شمالية بغداد وننتقل إلى صحيفة الشروق التونسية يوم أحمر في ليبيا عشرة القتل والجرح في تفجيرات داعشية وإلى صحيفة الشرق الأوسط حيث جاء في عنوانها الأول الميليشيات المتطرفة تستولي على أسلحة كيميائية في ليبيا الشرق الأوسط ترصد أهم مخازنها وأول التجارب على استخدامها وفي عنوينها ملف تدريب المعارضة السورية من السي آي آي إلى البنتاجون ثلاثة برامج لتدريب المعتدلين قد تشمل ستين ألف مقاتل وإلى لبنان مع صحيفة السفير حيث عنونت خريطة تفصيلية لجبهة الحرب المقبلة من جرود عرسال داعش والنصر يحضرن لهجوم ما بعد الثلج رهان أوروبية تسوية السورية عبر الكل وإسرائيل ارتباكم بشأن العلاقة مع دمشق ودعم للجيش اللبناني وفي عنوينها داعش يضرب قرب بنغازي مئة قتيل وجريح الغربيون للقاهرة الحوار الليبي أجدى من العسكرة وننتقل إلى مصر مع صحيفة الأهرام الفوضى تضرب ليبيا والعالم متردد في حل الأزمة مساعي مصرية لعقد جلسة طارية أخرى لمجلس الأمن أربعون قتيلا وعشرات المصابين في سلسلة تفجيرات في شرق ليبيا وإلى الخليج الإماراتية حيث جاء في عنوينها الإرهاب يضرب قبة ليبيا ويخلف أربعين قتيلا اجتماع رباعي في واشنطن يشدد على الحوار تدمير أكبر مخزن سلاح للتكفيريين في سيناء تظاهرات في مصر دعما للجيش ضد الإرهاب ونقرأ الثلوج تشل الحياة في لبنان والأردن وفلسطين غبار كثيف يعطل الملاحة في الكويت والختام من سوريا مع صحيفة الوطن الجيش يواصل عمليته لفك الحصار عن نبل والزهراء والمعارك متواصلة في رتيان تركيا تستنجد بالنصرة والقضاء على أعداد من الإرهابيين في أريا في دمشق ودرعا والإقنيترا ونقرأ دمستورا دمشق موافقة على وقف القصف في حلب لستة أسابيع دول أوروبية ترغب بالتواصل مع دمشق ودبلوماسيون غربيون إغلاق السفرات كان خطأا بهذا العنوان نصل إلى الختام والآن عودة إلى متابعة آخر طبعة يعني لنكمل دكتور جمال عن موضوع ليبيا تحديدا كنا نتحدث وإنه فجأة قرر الاتحاد الأوروبي تحديدا والغرب بشكل عام أن الحل في ليبيا هو سياسي لماذا؟ لأنه ما بدون يعني أنا بتأديري داعش تم خلقها داعش ومثيلاتها تم خلقها من قبل الغرب كآدات لتنفيذ سياسات يعني هذه مثلا كيف استغلت داعش في العراق فجأة نلاقي انتشار لداعش بمنطقة غرب العراق انتشار داعش بغرب العراق منع تواصل جغرافي بين دمشق وبغداد وأيضا أسقط المالكي اللي كان تطرف بين مزدوجين بموقفه في دعم الحكومة السورية الجيش السوري في مواجهة معارضي هذا من ناحية كذلك الأمر أتاح ذريعة للولايات المتحدة لعودة خبراء العسكريين إلى العراق اللي هو كان رافضه المالكي بسنة 2011 طيب بنفس الوقت أعاد العراق وجزء من سوريا تحت المظلة الجوية الأمريكية شو بدون أحسن من هك أعاد قطر إلى الساحة كلاعب بعد ما كانت عزلت خصوصا بعض الإطاحة بمحمد مرسي بمصر وأعاد تركيا كلاعب أساسي في شمال العراق وسوريا طيب هاي دي كلها مين اللي استفاد منها إذا من نرجع كذلك الأمر إلى الشي اللي كانت كشفته مراسلة البرس تيفي الله يرحمها سيرينة سحايم وقت 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 اللي كشفت كيفية انتقال المسلحين عبر قوافل الأمم المتحدة عبر الحدود من تركيا إلى كوباني للقتال ضد الأكراد هناك وقت تم تهديد يطلع الخبر أن المخابرات التركية تتهم سيرينة سحايم بالتجسس وبعد يومين الله يرحم ما قتلت في حادث السيارة طيب هذا بيطرح كثير علامات استفهام وقت اللي بتطلع التقارير غربية أو بإعلام غربي عن دور تركيا في تسهيل عبور المقاتلين من مختلف أنحاء العالم إلى سوريا والعراق وقت اللي كذلك الأمر منشوف أنه هلأ من يواجه الجيش السوري في منطقة حلب بيسمون القوقازيين يعني بالإذن من زيادة الرحباني يعني قوقازي له فهيدي من ناحية منروح على ليبيا وقت اللي بيطلع تقارير أنه تركيا تسهل عبور آلاف المقاتلين عبر مطارات إلى ليبيا وبيطلع الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لتدقيق بحركة سفر المصريين إلى تركيا بنتيجة ذلك طيب هذا شو بيقلنا بيقلنا عن تورط تركيا عن تورط أمريكي خصوصا أنه وقت اللي بيطلعوا أنه هنه هلأ خايفين من المد الإسلامي وبتطلع إيطاليا أنه أصبحت داعش على بعض 350 كم من حدودنا وإذا بهم يجي واحد اسمه عبد الفتاح السيسي بيطلع طياراته يضربوا أهداف بدرنا نلاقي مقاطعة من قطر وإعلاء الصوت بالجزيرة ضد عبد الفتاح السيسي إضافة لذلك نلاقي سحب السفير القطري وشوي الأوروبيين اللي كتير خايفين من الإرهاب الإسلامي بدون حل سياسي بدون حل سياسي مع مين؟ مع داعش بليبيا أيضا في موضوع التسليح يعني يعني يريد بصلا أمريكا تريد في مكان ما محاربة داعش ولكن في مكان آخر هي تسلح هذه الجماعات أيضا فينا نحكي من الآخر من الآخر الأمريكان كذبين آه من الآخر بنعفو لا آخر معروف يعني ما هو بدنا نأكد على شيء الفطري صرنا للأسف رجع تذكر بالفطرة صح الأمريكان كذبين ومنافعين وهن اللي عم يستخدموا هن اللي يستخدموا طالبان طالبان حركة طالبان أمتى طلعت وسيطرت على أفغانستان بسنة سبعة وتسعين وقت اللي سيطروا على كابول كانت إيران عم تحكي بإعادة تفعيل طريق الحرير مع الصين فاحتلال كابول أطع هذا الخط وقت اللي قبل هايكي طلعوا المجاهدين الأفغان ضد السوفيات الكفرة الزنادق إلى آخره كذلك الأمر تم استخدامهم من قبل الأمريكان والمخابرات السعودية فبالتالي طيب وقت اللي منلاقي ما صار عمره خمسين سنة من استخدام الإسلام السياسي في الاستراتيجية الأمريكية لا يبدأ تكون داعش خلافا لذلك خصوصا أنه كل الإشارات الآن تفيد بأنه داعش ومسيلاتها بيشتغلوا من ضمن الأهداف الاستراتيجية الأمريكية طيب عكل حال سنتابع هذا الموضوع وأكثر ربما نذهب إلى سوريا لأنه هناك أيضا في تطورات مهمة جدا في هذا الشأن شأن الحل السياسي الذي ينتشر أينما كان ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا عزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج أخر طبع أعود وراحل بضيفنا في الاستوديو الدكتور جمال وكيم أهلا وسهلا بك دكتور جمال قبل أن نذهب إلى الموضوع التي كنا نتحدث عنها لابد أن نستمع إلى تقرير الحدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الشرق الأوسط الميليشيات المتطرفة تستولي على أسلحة كيميائية في ليبيا كشفت مصادر عسكرية ليبيا للصحيفة عن استلاء ميليشيات متطرفة في البلاد على أسلحة كيميائية من بقايا مخازن العقيد الرحل معمر القدافي قالت أنها تقع في الصحراء في الجنوب وجنوب الوسط وأضافت أن لديها مخاوف من أن تصل مواد فتاكة مثل غاز الخردل والسرين إلى تنظيم داعش وفي مقابلة مع مسؤول عسكري ليبي بشأن كمية الأسلحة الكيميائية قال إنها للأسف موجودة في أماكن أصبحت معلومة للميليشيات لقد استولت على كميات منها لاستخدامها في حربها مع الجيش سواء بشكل مباشر أي باستخدامها ضد القوات العسكرية أو بشكل غير مباشر من خلال التهديد باستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية ووفقا لمصدر عسكري ليبي ترك القداف قبل رحيله نحو عشرين ألف طن مكعب من مواد تستخدم في صنع أسلحة كيميائية ونحو عشرين طن مكعبا من الخردل الذي يتسبب بحروق شديدة للجلد وعدة ألوف من القنابل المصممة للاستخدام مع خردل الكبريت السفير ماذا يعني استحقاق الثلج لهذا الاستحقاق الوطني ركيزتان أساسيتان سياسية وأمنية وهما تندرجان تحت العنوان الذي دعا إليه الرئيس سعد الحريري وتبناه السيد نصر الله أي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وإذا كانت معركة القلمون شبهة حتمية في مطلع الربيع المقبل فإن المضلة الحامية للاستقرار اللبناني ليست خارجها ولعل البداية من واشنطن التي قررت في الأشهر الأخيرة فتح مستودعات جيشها من أجل تقديم أنواع جديدة من الأسلحة للجيش اللبناني معظمها مرتبط بطبيعة معركة الحدود الشرقية لا بل ثم تغض نظر من الأمريكيين على وجود حزب الله الحدودي وليس في العنق السوري ولسيما أنهم يدركون كما معظم القيادات السياسية والأمنية والعسكرية اللبنانية أن الجيش اللبناني وحده لن يكون قادرا من دون الحزب على تحمل أعباء المعركة الحدودية ولسيما أن الخطة الأمنية في البقاع تأخرت أسابيع عدة بسبب النقص البشري واللوجستي واشنطن لا يمكن تدريب ما يكفي من الجنود قبل هجوم الموصل بعد ساعات على الإعلان عن هجوم لاستعادة الموصل اضطرت الولايات المتحدة إلى الاعتراف بأنه من غير المرجح أن تتمكن من تدريب ما يكفي من الجنود في الوقت المتاح مسؤول في القيادة المركزية الأمريكية قال إن قوات التحالف دربت حتى اليوم فقط نحو 3400 جنديا عراقي العديد من هؤلاء تلقوا فقط التدريب البدائي البرنامج عرف بداية صعبة في أحد مراكز التدريب الرئيسية في مخيم التاجي كان المجندون يتدربون غالبا من دون سلاح لأن الجزء الأكبر من تجهيزاتهم وقع في شرك البيروقراطية العراقية كما أن القوى الأمنية العراقية والكردية تقول إن الولايات المتحدة أساءت تقدير عدد مقاتلي داعش في المدينة هم برأيها نحو عشرة آلاف مقاتل خلافا لما قالته واشنطن بأن عددهم يتراوح بين ألف وألفين من موضوع الحل السياسي في ليبيا أيضا يوم هناك عنوان الغربيون للقاهرة الحوار ليبي أجد من العسكرة هناك حوار وأيضا هناك رهان أوروبي على التسوية في السفير أيضا رهان أوروبي على التسوية السورية عبر الكل وإسرائيل معدى السورية معدى السورية معدى السورية يعني غير مدعوة إلى هذه طاولة طاولة الحوار يعني عاملين العزيمة ببيتكم بس أنتم ممنوع تأكلوا يعني مفرس كنوا حاضرين ممنوع تكونوا حاضرين طيب ما معنى هذا الكلام هذا الكلام معناته أنه في من ناحية خوف من تصاعد هذا التطرف ولكن في محاولة لإعادة ترتيب الأوضاع بما يعزل سوريا أو على حساب سوريا طبعا أنا بتأديري إيران لن ترضى في هذا الحل لأنه تعرف هي أنه يعني المحاولات للتحايل الغربية بأشكال متعددة تهدف إلى فصلة عن سوريا أو فصل هذا التحالف بس ينفصل هذا التحالف يصبح بالإمكان أو بسهولة حصار إيران وعزلة بما يعرض يعني تاريخيا إيران وقت لي بتنعزل عن محيطة تتعرض إلى عملية التفجر داخل أو إمبلوجين من سميع فبتأدير الإيرانيين لن يرضوا بهذا الحل على كل حال سأقرأ بعض المقتطفات من هذه من السفير والذي كتبها من بريكسيل وسيم إبراهيم قال ضمن مطولات الشرح حضرت إسرائيل إنها المدعو الجديد علنا هذه المرة على طاولة التسوية على سوريا وبات الحل السياسي ملحن الآن ليس للمآسي السورية المتواصلة بل لوقف إفرازات الحرب المستمرة لمغذية الإرهاب إيران حاضرة أيضا هذا ليس جديدا لكن الدعوة الأوروبية باتت صريحة للم يشمل كل من يمكنه إطفاء نيران الحرب دعوة وقحة وقحة لمنع الحرب وأيضا في مكان الآخر يقال لمنع تقسيم سوريا أول شيء تورط إسرائيل تورط تركيا بدعم الجماعات المسلحة وفي نفس الوقت يمكن للوحيدة التي تدعم بالمقلب الآخر هي إيران أنه منحلي دعيوها حتى الدعوة لإسرائيل بين المزدوجين هي تأكيد على تورطها ودورها طبيعة الحال هي في محاولة لقعادة ترتيب أو ضاع المنطقة بما يخدم الهدف الاستراتيجي الأعلى للغرب وهو منع أوراسيا من الوصول إلى الشرق المتوسط هاي هي هذا بالزمانات وقت لي عرض على الرئيس بشار الأسد أنه اقطع علاقتك مع إيران مش لأنه إيران ذات طابع معين ولكن إيران نتيجة تحالفة مع روسيا والصين أصبحت جسر عبور لهتين القوتين إلى الشرق المتوسط مسألة ميناء ترطوس وهو آخر ميناء لأوراسيا مطل على المياه الدافئة هذه هي القصة طيب شو صر الفيتو الروسي على قرار دولي كان الغرب يدعم صدوره بالنسبة لليمن صح يعني كان سوريا مفهوم لماذا كل هذه الفيتوات مسألة العبور أوراسيا يعني أي قوة طيب أيضا هون في هذا المجال أيضا في موضوع أوراسيا في موضوع العليقات الدولية فوز الشيوعيين في اليونان وإعلان ثاني يوم الفوز إعلان حكومة اليونان نحن إلى جانب روسيا بوتن وضد العقوبات اللي هو هاي دي جانب يعني الغرب إجا يقتحم روسيا من خاصرة الرخوي اللي هي أوكرانيا المشكلة أنه رد أنا بتقديري فوز الشيوعيين بالراديكاليين بالراديكاليين تحديدا باليونان في جزء منه هو هذا الغرب الذي لم يقدم شيئا لليونان بل أفلسه وفي جزء منه أنه نعرف عن الاستثمارات الكبيرة الروسية إن كان باليونان أو كان بأبروس فبالتالي رد أنا بتقديري في دور لبوتن أنه طيب حاولت تلعبه في هذا الفوز بأوكرانيا أنا بلعب بطرف البلقان وإذا شفنا يعني الفوز اليوناني وفقط طرف البلقان دكتور جمال أنه أيضا في حال يعني في حال نجحت نجحت سيريزا في الخطة الاقتصادية التي ينوي أن يقوم بها وانفصل عن أوروبا في إسبانيا في إيطانيا والإتحاد الأوروبي هلأ رح نوصل لإسبانيا أول شيء بالنسبة لسيريزا تم الإعلان عن استثمارات صينية ضخمة بالوقت اللي عم ترفض اليونان عمس مبارح بالوقت اللي اليونان عم ترفض فيه الانصياع للإملاءات من الأوروبية تحديدا من الألمانيا هالمرة يعني وقت اللي بيجوا بيقولوا أن وزير المالية الألماني كان بلق أدب بالطاعات معنا طيب في هذه المسألة مسألة أخرى بدنا نلتفت له أنه اليونان تطل على مقدونيا اللي هي جسر عبور أو قريبة من صربيا الحليف التاريخي لروسيا وقالتلي منشوف طيب اليونان صارت خارج هذا الإطار صرب بتفك العزلة عن صربيا داخل البلقان وفي نفس الوقت نعرف عن العلاقة الأوية جدا المتينة جدا بين هنغاريا وروسيا نشوف هذه القوات مركل وهولاند لا ما هني لا يراحوا لا يراحوا عنده لبوتين خلينا نحله طيب ما هني اللي كانوا رافضين حل قصة أوكرانيا لسبب كتير بسيط أنه شافوا أنه أزمة أوكرانيا ارتدت عليهم صارت بقلب أوروبا اليونان بتتكامل مع صربيا بتوصل لهنغاريا قبرس كذلك يعني هلا مثلا أنا بعدة زيارات لأبروس شفت أنه اللغة التانية بأبروس بعد اليوناني هي الروسي مثلا بسبب استثمارات ضخمة جزء من الأزمة المالية التي تعرضت لها أبروس وبعدين الأملاءات الغربية هو استهداف استثمارات روسية في أبروس في استثمارات ضخمة مالية روسية في أبروس طيب وقت اللي منشوف هذا التمدد أنا بيعتبره هذا التمدد لأوراسيا داخل الحظيرة الأوروبية وين وصلنا رجعنا إلى أبواب فيينا مثل ما كانوا العثمانيين بالـ 1683 طيب وقتلي منوصل لهوني بالصراع اللي قام بين الدولة العثمانية والحابسبورغ اللي هني كانوا بالنمسا المجر وبإسبانيا بالقرن الـ 16 كان جزء منه صراع أوراسيا للوصول إلى السيطرة على الشرق المتوسط نجحت أوراسيا وبالسيطرة على الشرق المتوسط أمنت الدولة العثمانية كل شمال أفريقيا هلأ بالوقت اللي إيجا الغرب يقتحم فيه الحضيرة الروسية أو يحاول يهدد الأمن القومي الروسي عبر أوكرانيا يرتد هذا الشي انهيار الوضع باليونان أو خروج اليونان من تحت من كنف الهيمني الأوروبية بدنا ننتبه لمسألة أنه الإعلان عن العصر الأوروبي بالقرن التاسع عشر تم عبر استقلال اليونان عن الدولة العثمانية بالـ 1829 هذه مسألة كثير حساسة بالنسبة لأوروبا الغربية طيب اليونان عم تخرج من الحضيرة الأوروبية في أن صربيا بالأساس حليف تاريخي وهنغاريا تتمتع بعلاقات قوية جدا مع روسيا هل الأزمة الأوروبية الاقتصادية محصورة باليونان ماذا عن إيطاليا طيب إيطاليا مأجل الوضع لأنه مقصومة إيطاليا بين شمال غني وجنوب فقير بس إذا تفجر الوضع بإيطاليا هل ترجع الحكومة المركزية تعتمد على المافيا مثل ما كانت تعتمد عليها من قبل لتطويع الجنوب طيب ننسى مين قال أنه سيريزا هو بس محصور باليونان ماذا عن صعود اليسار المتطرف بإسبانيا والأزمة الاقتصادية الإسبانية اللي كمان الأوروبيين ما قدموا أي حل إليه فبالتالي هوني قد نشهد صدى لما يجري في اليونان بإسبانيا طيب وقت اللي بيصير كل الحزام الجنوبي كل الحزام الجنوبي كل الحزام الجنوبي اللي هو مطل على المتوسط صار في أزمة طيب وقت اللي بتيجي فرنسا كمان تعاني من أزمة تطالب ألمانيا بمزيد من المساعدة بحل أزمات الاقتصاد الأوروبي هي عم بالطالب أن تعود ساعدونا ساعدونا منحنا فرنسيين بهذا المنحة بهذا المشكل فبالتالي أنا بتأديري طيب ألمانيا أداي فيها ألمانيا هي القوة الاقتصادية الأوروبية الوحيدة لعندها مقومات اقتصاد قوي بس أداي فيها تحمل أعباء طبعا خصوصا أنه جزء من الأزمة الأوكرانية يرتد على ألمانيا لأنه ألمانيا هي شريقة اقتصادي قوي جدا لروسيا بتأخذ المواد الأولية من روسيا وتعطيها صناعاتها من هنا وقال ماركل بدأت تصعد الخطاب ضد بوتين قاموا علي رجال الأعمال الألمان أنه وينك رايحة طب إلى هذا الحد يعني هناك اشتباك وتشابك هذه المرة يعني عد عن كل المرات السابقة في الأزمات السياسية هناك شباك حقيقي بين الاقتصاد وبين السياسة طب إلى أين تذهب أوروبا لماذا ذهبت أوروبا إلى هذا الحد لأن أوروبا لا تملك قرارا مستقلا أوروبا من ما قبل يعني من الحرب العالمية الثانية أصبحت تحت الهيمن الأمريكية والولايات المتحدة إلى هذا الحد يعني إلى هذا الحد والولايات المتحدة تعتمد أنه بهمة تجعل من أوروبا منطقة عازلة بين أوراسيا وبين الأطلسي فبالتالي ما بهمة حتى بالحرب العالمية الثانية مشروع مارش للمعاونة الاقتصادية أن الأمريكان دايما محسنين أنه لأجو يساعد أوروبا على إعادة النهوض الاقتصادي كان الهدف منهم أنه ما تسقط أوروبا بإيد روسيا تحت عنوان الشيوعية لأنه كان الحزب الشيوعي الفرنسي هو الأقوى في 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 فرنسا من هون دوغول من شان يعني المقاومة الفرنسية التي صار عيننا فيها الفرنسيين هي مقاومة الحزب الشيوعي الفرنسي كل القوى الأخرى كانت متعاونة مع الاحتلال الألماني فقط الحزب الشيوع الفرنسي الذي كان مقاومة وتم الإنقلاب يعني وقت اللي بيجي دوغول كالعادة تم الإنقلاب على هذا على صعود الحزب الشيوعي الفرنسي بإعادة تآلف اليمين وجزء منه كان متعاون مع النازيين يعني فرنسوا ميتيرون في إشارات لأنه كان هو بإدارة فيشي مثلا طيب إجوا الاشتراكيين من أجل محاصرة هذا الدور وبنفس الوقت دوغول وقت اللي بيطلع الجنرال دوغول بيقول له الرزيستانس فرنسي قال له نستميت بوليتيك هذه أسطورة سياسية لإعادة لنزع الشرعية عن مقاومة الحزب الشيوعي تحديدا للنازيين طيب نفس الشي اعتماد الأمريكان على المافيا الإيطالية لضرب النفوذ الشيوعيين بإيطاليا هذا كل يتو كان محاولة جعل منطقة أوروبا الغربية منطقة عازلة ما بين أوراسيا والأطلس لأنه وصول أوراسيا للأطلس يعني عزلة لولايات المتحدة في منطقة أمريكا الشمالية وبالتالي تصبح عرض لتنقضاتها وتنهار وبالتالي الآن كيف سيكون رد فعل أمريكا على هذا بوادر سيريزا في اليونان احتمالات أن يمتد هذا إلى إيطاليا إلى إسبانيا الخوف من دعم الولايات المتحدة للفاشية الأوروبية هذا له علاقة بالحل السياسي سواء في ليبيا اختيار الحل السياسي بأوروبا ما في إسلام سياسي في نازية سياسية مين اللي يدعم الفاشيس بأوكرانيا من اللي عم يدعم صعود اليمين المتطرف في أوروبا الغربية هي الولايات المتحدة مثل ما أنه الولايات المتحدة هي اللي دعمت أعادة استيعاب النازيين بعد انهيار ألمانيا الهتلرية هي اللي أعادت استخدامهم في مواجهة الماد الشيوعي نسميه مش لا لأنه مثلا قلنا حكينا عن إخواننا المافيا الإيطالية نفس الوقت مين اللي دعم فرانكو البريطانيين والولايات المتحدة مين اللي دعم سوموزا مثلا مين اللي دعم حتى بعض أحزاب اللي بسموها الحزب الديمقراطي المسيحي مين اللي شكلوا بالأساس اللي شكلوا هني الأمريكان لأنه بدوا مقابل هذا التطرف فيه تطرف مسيحي مقابل تطرف إسلامي مين اللي عم يشتغل على الإسلاموفوبيا بأوروبا هي الولايات المتحدة لأنه بنفس الوقت هي بتدعم جماعات تكفيرية متطرفة إلى آخره بشمال أفريقيا وبنفس الوقت هي اللي بتدعم معادات الإسلام في أوروبا الغربية كله ما يعني شي اللي منشوفه متناقضات ما هو إلا تكامل في الاستراتيجية الأمريكية في الجغرافيا يعني بالجغرافيا السياسية الأهم بالنسبة يعني إذا رجعنا لكبار الاستراتيجيين الأمريكان هم الأساسي منع توحد أوراسيا أوروبا وآسيا في ظل قوة واحدة أو ائتلاف قوة منسجم بين بعضه لأنه هذا بيعزل عن أفريقيا وبيعزل عن أمريكا اللاتينية فيما تبقى لدينا من وقت أعتقد ثلاث دقائق على الأكثر يعني كيف كل هذا لبنان سوريا بعد كل هذا ما عافينا نسأل عن لبنان تفصيل صغير تفصيل كثير صغير في هذا المنطقة سواء من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى الأردن تحديدا سوريا كيف سينعكس كل هذه المخططات وكل هذه التحركات السياسية والاقتصادية أيضا يعني أنا بتقديري في عملية تحول في النظام الدولي نحو نظام متعدد الأقطاب كما كان سابقا كما كان إذا بدك قبل الحرب العالمية الأولى عدة قوة بدك تلاقي صيغ التعاون فيما بينه يعني روسيا ستكون قوة عزمة الصين الهند جنوب أفريقيا الفتاح الإسرائيل مؤخرا على الهند يعني أول مرة يعني ننظر الهند أول مرة مسيك الأمني يعني يزور الهند بعد ما كان أنه غير مستحب هذه الهند بعيدة عن منطقتنا اللي بهمها من منطقتنا أنه ما يطلع في تطرف إسلامي بين مزدوجين يهدد أمنة بمنطقة شمال غرب الهند بس الهند ترنو بأنظارة نحو المحيط الهندي ما كتير هماما منطقتنا إلا بما يهدد أمنة لأنه دائما ليس فقط منطقتنا هي محاصرة روسيا دول البريكس هي عضو في دول البريكس هي علاقة في هذا بس تحديدا الهند الهند جنوب أفرييا لبرازيل هي من القوى التي تنتظر تنتظر كيف يقلب الميزان لصالح أحد الإئتلافين يا إئتلاف القوى البريكس أو لا لأنه هي قلبة مع الصين وروسيا ولكن مصلحتها طرق المواصلات البحرية التي هي جزء منها تهيمن عليها الولايات المتحدة فهي تخاف من الولايات المتحدة ومن الغرب بشكل عام لأنه استعمار التي هناك استخدامها كمستعمرة جاء بعد سيطرة الغرب على طرق المواصلات البحرية فبالتالي هي تنتظر أنا بتأديري وبتسير وبتجامل هون وبتجامل هون طبعا في قوى متعددة في تيارات بالهند كل واحدة إلى تصور كل واحدة فرصة بالصعود معتمدة على توازن القوى بين ائتلاف القواتين اللي عم نحكي عنه القوى البرية من ناحية اللي هي الصين روسيا إيران والقوى البحرية أمريكا أوروبا الغربية وتركيا وبالتالي نحن ننتظر أيضا ننتظر في عنا عشر سنين للأسف عشر سنين تستمر هذا الوضع في سوريا عشر سنين لأنه توقعات التأديرات أنه يعني ما بدنا نحكي تمنيات تمنياتنا أنه تنتهي هلأ طبعا بس في الأزمة بسوريا فيه طبعا كان بعد داخلي بس البعد الداخلي جزء قليل منه بسيط جدا في البعد الإقليمي يلعب دور أساسي وهو انعكاس للبعد الدولي طيب ما فينا نحكي عن حل سياسي في سوريا دون استقرار الصيغة الإقليمية المعتمدة على الاستقرار الصيغة الدولية نحكي نحن بمرحلة يعني التوقعات أنه من هلأ للألفين وخمسة وعشرين الصين تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم بدل سبيل النووي الإيراني النووي الإيراني أنا هذا الجانب العلني الجادب السري بالمفاوضات أنه الأمريكيين بدهم أنه الإيراني يفك ارتباطه مع الصين هذا هو الجانب الحقيقي بالمفاوضات أنا بتأديري أنه الإيراني لن يفك ارتباطه مع الصين لأنه تاريخيا إيران كانت تنهض بدور مستقل وقوي عندما تكون صلة الوصل ما بين شرق آسيا وشرق المتوسط هذا يفسر سر النزوع التاريخي لإيران للوصول إلى ضفاف المتوسط من أيام الأخمينيين إلى الآن وبالتالي كل الملفات مرتبطة في هذا الموضوع هذا يؤدي ممكن أن يؤسس إلى حرب نحن عايشين حرب الحرب حالي في حديث أنه ممكن بالألفان وخمسين يكون في حرب عالمية كبرى مباشرة بين القوى الغزمة مدمرة عسى أن لا تحصل أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتور جمال وكيم شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل هذه البانوراما السياسية التي قدمتها لنا وكل المعلومات شكرا ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة